موسيقى اكثر من 40 سنة الحقيقة المعلومة دي خاطئة تماما احنا ممكن نعمل عمليات تصحيح النظر زي ما معظم الناس عارفة بداية من 18 سنة بشروط هنقولها ابتوا 60 سنة حتى ممكن نعمل عمليات تصحيح النظر بس لينا شروط شروط هو الفحص الدقيق للعين ان ما يبقاش فيه اي بوادر للمياه البيضة ما يبقاش فيه اي مشاكل في الشباكية الفحص الدقيق اللي يمكن تكلمنا عليه في فيديوهات قبل كده طب ليه جات المعلومة بتاعت 40 سنة دي جات منين معلومة 40 سنة المعلومة المشهورة دي جات الحقيقة من احتياج المريض لنظارة القراءة بعد سن الاربعين فبالتالي بعد سن الاربعين هي المعلومة اللي حاب اللي لازم المريض يكون عارفها هو انه هو هيحتاج نظارة قراءة لو احنا صلحنا النظر فقط للمسافات البعيدة فبالتالي هيحتاج نظارة للمسافات القريبة او القراءة أو إن المريض هيحتاج نوع مختلف ممكن نتكلم عليه في الفيديو تاني اللي هو تصحيح النظر حتى لنظارة القراءة أو اللي احنا بنسميه فبالتالي السن إن احنا نقدر نعمل عمليات تصحيح نظر بعد سن الاربعين هي معلومة ليست صحيحة تماما هي معلومة خاطئة أو خلينا نقول معلومة منقوصة لو عملنا الفحوصات اللازمة كلها لو عملنا فحص دقيق للمريض كاملة وتأكدنا مفيش ميا بيضة مفيش مشاكل في الشبكية مش هيبه في مشكلة أبدا إن احنا نعمل تصحيح نظر للمريض ده بعد سن الاربعين طب نيجي نرجع إمتى نبدأ نعمل تصحيح نظر الحقيقة إحنا ممكن نبدأ نعمل تصحيح نظر من سن 18 سنة كان زمان كنا بنقول 20 سنة و 21 سنة لكن الحقيقة دلوقتي في معظم الدراسات وصلت إن احنا ممكن نبدأ نعمل تصحيح نظر من سن 18 سنة بس عندنا شرط بسيط جدا هو ثبات النظر وإحنا ما اخترنا 18 سنة ليه؟ عشان الدراسات وجدت إن معظم الناس وليس كلهم بيحصل ثبات للنظر عند سن 18 سنة فبالتالي بقينا قادرين نعمل في معظم الناس وليس كلهم تصحيح نظر بداية من سن 18 بعد التأكد سواء عن طريق الفحص الطبي عن طريق الملف الطبي للمريض عن طريق حتى النظرة الطبية السابقة أو كشف النظر إن المريض نظره ثابت من بداية من سن 18 سنة لمدة سنة عندها ممكن نبدأ نعمل تصحيح نظر وبالتالي قصة الاربعين سنة أو قصة إن احنا نعمل تصحيح نظر قبل 18 سنة هي معلومة منقوصة احنا ما نقدرش نعمل تصحيح نظر غير بعد 18 سنة بثبات النظر ونقدر نعمل تصحيح نظر بعد 40 سنة لكن هناخد بالنا أو هنتناقش مع المريض بتاعنا في قصة نظرة القراءة